أهلا مرحبا بكم وشي بي كرام بيت مباشر جديد من مدينة الضار البيضاء وكيما كنتشف في العنوان فان اليوم ضيافة علاء بغدادي أخي الصائفي تعديل البشر ومعالجة حوال العين وأكيد فهو مجاود سابق للمجتشفى الجامعي الحسن الثاني في البلاش اليوم أكيد موضوعنا عنده علاقة بالأطفال عنده علاقة بطب العيون وكيفش ممكن أن نقصوا مشكل الحوال بزاف من وليداتنا كي يأخذوا الإشمارات والشاشات في اليوم ممكن لأنه يكونوا مشاكل نحن نعرفهم بحاجة في العين وبزافة للأمور ولكن من اللي كنشوفوا أنه لاحظنا خاصة عبر مواقع التناصل الاجتماعي وليكروب ديال البارو كننقصوا على أنه كانوا يولدات اللي ممكن لأنه ما يكونش عنده من حاول ولكن مع الواقص كي ولي الحاول هنا يا أكيد لاشقصدنا باب خصائي تقويم البصر أكيد على بغدادي اللي دائما كرح بنا في الكاربيني دياله كي يحاول لأنه يوصل معلومة لأنه إنسان تماصلي بنتي يا دكتور محبابي أفرحان يوم أنني أكون معاك محبابي أكسي على ونحن اليوم كننقصوا حاول العين ممكن أن تقول لنا بهذا الموضوع بغيت ندير واحد تعريف قصير على الحاول ديال العين الحاول ديال العين هو واحد المرض اللي كيصير يعني الوليدات الصغار ولا تحت الناس الكبار واللي تيكون يعني تيكون واحد الاختلال في التوازن ديال العين لأن العين في هاستادية للعضلات وكل العضلة كتكون مسئولة لو شوف واحد القطل ولكن هذا العين كتكون واحد التوازن ولكن لن يكون عندنا هذا الاختلال في التوازن كتكون عندنا هذا الحاول في العيناء اللي كنلاحظوه والحاول عنده واحد المسائل اللي يخصنا باش ندوره كيمزار ديال طرق باش كيدواره هذا الحاول ديال العين مراحلة دكتور وسنتوما كعيادة خاصة بتقويم البشر مباشرة ممكن لأنه ويجي عندكم طيب فلوال ديال باش يقدر يشوف مشكلة الحاول أول حاجة للآباء هم اللي كيلاحظو الحاول في العين إنها تكون واحد الوقار اللي كيلاحظو المشتت أول حاجة اللي يخص الأباء اللي ديروها هو كمشو عن طبيب العيون يعني لوفق المولوجيست هذا الطبيب العيون دور ديالو خاصه يشوف هاد الوليد واش العين ديالو سليم يعني كيف حاصل عيونه يعني كيف حاصل عيونه يعني كيف حاصل كل شيء وممتان كيف حاصل مقصات يعني كيف حاصل العبار ديال النضغل لإن هذه حاجة مهمة كتكون عنا بالنسبة للأطفال النضغل لأتوار المراحل هادوه يعني كيف حاصل عيونه يوسط يعني كيف حاصل عيونه يوسط يعني كيف حاصل عيونه يوسط وانسوط كيف حاصل عينة مقاومة البصار او الضغط او الضغطة اول حاجة وانه سيكون يجب ان يسرون العباء لكيف حاصل عدوان يتعاملوا مع التروير عيون ومع الدواء اللي يتعطى للطبيب يجب أن نشرفه من الطبيب أولا يجب أن يتلبسه ثاني يجب أن نرى الشوف الوليد كيف يجب أن تتعرف عندما تريد العين أو النموة يكون لدينا مدخلق ويحبس في العمر 12-13 في هذه المرحلة إذا كانت العين سليمة ستكون سليم إذا لم يكن العين نقص في هذا العجل أو هذا العمر يجب أن نقوم بترويض لكي نحاول أن نرى بالنسبة للوليدات نحن نقصه علاقته بالشاشات والمخطفون ويجب أن نرى الكثير من الوليدات ويجب أن يضمنوا لأباء الهدوء ويجب أن أعطيه التلافون ما هي المشاكل التي ترونه ويجب أن يكون لدينا حاول ويجب أن يكون لدينا ملاحظة ويجب أن يكون ملاحظة ويجب أن يكون أطفال أطفال التي لم يكن الحاول لدينا العين سبعة لدينا الكثير من النزو ولكن جدنا الوقت ويجب أن لدينا المينة المطابع لدينا عام ويجب أن تتجاهز وكما يحاولون الناس من بعد يأخذوا التليفون بزار لأنه كان مشدود لهم لا يوجدون لهم لأنهم لا يخرجون الناس وعندما يدعون تليفون يرون التابليد يجب أن يتجرب على حدثنا ناقص هذا المشكل الذي يحاول ما هي التدخلات التي يمكن وإذا كانت تخدموا أو التروير لا يمكننا أن نصل إلى حال فعال أول شيء الذي يبسرها هو خاص يكون المقصات لا تدخل أول شيء الفحص العين تفحص العين من الداخل لأنه لا يوجد حتى مشكل عضو كيف تدخل الترويد ما هو النتيجة لأنه يقول لك كانت تدخل الترويد الترويد لماذا تدخل لإبداع لأنه انك يتجرب لأنك تدخل الإجابات فهن يتجرب فهن يتجرب حياة كي يدخل ننطق ليستجرب من خلال الخصوات لكنه يدخل 30.000 سنة. إذا فقد تخدم بأنه يقوم بأنه يحصل على إستراغة وإستراغة إلى سنة أو سنة أو سنة أو سنة أو سنة أو سنة. ولكن نعمل بأن نعمل بأسرعة سنة. أنه يحصل على رغمها لأنه يقابر أساسه لأنه يمكنك تصدق. حسنًا، لأنه تحاولي أن نحاول أن نحاول أن نقابل المقاسات. مقاوص طابل أو طابل طابل أو طابل لكن المجموعة تغيير بسبب الوقت عملية الحوال هل هي عملية التي يمكن أن نقوم بها ونقوم بها الحال النهائي؟ العملية الحوال هي عملية جميلة فقط هذا ما نقوم بها إلى آخر المطار يعني مع الاخترمولوجيس يمكن أن نقوم بها عملية جميلة ولكن ال أفضل من المعنى هو أن العملية توافق من العملية الأمام بالتأكيد العملية ومن المدينة هل نصيحة العملية؟ نصيحة العملية والذي يتنص عليه هو أن الولي متأبد أولاً أفضل الحاجة الوحيدة التي يدر قبل أن يدخل الولايات في سكولة من الأحسن يزور طبيب العلوم لكي لا يكونوا مشكلة لأننا سنشوفوا ديزان ديكاب سنشوفوا ديزان فانتاليجان ولكن المشكل العقل لهم هو أن نرى أن يكونش عندهم شيئا أعلم دور كان نشوفونش اللي ممكن أنه مكرت شباق إلا ولده ما سير كشف القاسم ما كيقدرش يقرم جيئا وما عدت أصلاً أنه عنده مشكل ديزان ديزان والحيد كينين الآن أحسن أننا نقول بحذب المدارس قبل أن يدخل هذا الولايات في القراءة يكون عنده دفتار صحي بأنه ظهر طبيب العلوم بأنه عنده حتى شيئاً مشكلة لنرى ودك ساعة إلا كان المشكلة يمكننا نعيجه محدده مزار صحي وأكيد فعند الأمراضي ساهم فأنه يكون عندهم تحصيل دراسي لمزين ويكونوا مقص أكيد مرتاحين في قرائتهم شكراً لك أكيد أخي ساعة على أبغدادي اللي ما شاء الله دائماً يبتحنا بابه ويحاول أنه يعطي المعلومة قدر المستطاع وكثر من قدر المستطاع لأنه يعطينا من وقته ومن وقت لبارسلون دياله فأكيد من الناس اللي يريدون أن يعرفون معلومات أكثر فأكيد يقدروا يدخلوا لغير السلسلون ديزان دكتور على أبغدادي فأغيروا يدخلوا ويطلقوا ويقاع المعلومات ومعالجة تحول العين شاهدوا فيديو كالتون لأنه إنسان تواصلي وعن تلريبا هي حالة بغير ترباء دخلوا لغير السلسلون فأغيروا معه فأكيد هو مغيب خلص لكم بالمعلومات الطبية لأنه خير من أدى القسم أنه يكون إنسان تواصلي اتلاقوا في الخير مشاهدين يا كرام كان معكم على إلى اللقاء